السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابع الكرام اهلا وسهلا بكم مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كنتمنى تكونوا بخير على خير في احسن الاحوال ففي هذا الفيديو هدي نشوفوا لحظة اعلان خسارة الجزائر امام المغرب في واحد المعركة داخل الاتحاد الافريقي كذلك هدي نشوفوا ويحمل نشوفوا السبب اللي خلاه ياخد صورة مع حفيد منديلا ويتيق في احدى الوحدة الترابية ويكذب سيد ناصر بوريطا فقبل ما نبدأ وصلوا بالموضوع راجائي منكم كالعادة انكم تدعمونا باللايك تدعمونا بالبرتاج كذلك بالاشتراك وما تنسوش الاخوان كتابة التعاليق يعني غير بريضة قلية بالرأي المغربية يعني اي حاجة ايجابية ممكن تدعم لنا المحتوى فما تبخلوش بها وراكم شايفين الاخوان اللي القانة تراها مضمرة بسبب كتر التبليغات فما كانش الاخوان اللي غادي يرد هاد القانة توقف على رجلها كم ما كانت من غيركم انتم متابعين على ميسكا لمحبين ديال هاد القانة فعلى بركة الله نبدو صلب الموضوع فاول حاجة بدنا بها هي هذا الفيديو اللي هي لحظة اختيار المغرب من اجل تنظيم احد ابرز الاجتماعات المهمة داخل الاتحاد الافريقي والمتعلقة بقطاع الصحة هاد القضية ممكن جينا عادية ولكن الحاضرة الجزائرية ومرتزقات البوليزاريو حاولوا انهم يمنعوا المغرب من احتضان هاد الاجتماع ام تصويت دول من اجل هاد الاجتماع لكن من الرغم من ذلك فشله كما كيف فشله دائما فتم الاعلان عن اسم المغرب كبلد منظم هاد الاجتماع ديال الخطاع الصحة في الاتحاد الافريقي وكما سمعتوه مباشرة بعد الاعلان اسم المغرب كمنظب فهني ان لنا بهذا الانتصار داخل الاتحاد الافريقي اما الانا الاخوان غادي نمشيوا لموضوع الرئيسي فكما كتشوفوا في الصورة اللي امامكم بكاين ويحمان اللي هو الرئيس ديال المرسد المغربي لمناهضة التطبيع فاليوم هو كيتواجد بجنوب افريقيا باش يدعموا القضية الفلسطينية السيد ويحمان ماشي لجنوب افريقيا اكتر دولة كتعادي المغرب هنا هاد جنوب افريقيا فيها اصابات حتى الضو ديال الشواري انا كيسرقوه جنوب افريقيا فيها جارة امخاطيرة كتموت فيها سبعين واحد او تمانين واحد يوميا عصابات ما يقدر عليهم حتى شي واحد اما التخلف فاحدث والا حرج هاد الدولة كالتاجر هي بالقضية الفلسطينية كتظهر بحتهية من المشاكل الداخلية بحالها بحال الدولة الشرقية او الحاضرة الجزائرية فالرجعنا لويحمان والصورة اللي اشتو امامكم فالصورة كتبين ويحمان مع حافظ منضيلا شكون هاد حافظ منضيلا هذا واحد المرتزق هاد الصورة اللي صدمات مجموعة اول نقوله احنا المغربة كاملين يعني هاد الصورة صراحة استفزت قاع المغربة فما كانش مغريبي اللي يمتابع هاد الصراع بين الدولتين يعني الدولة المغربية وحاضرة الجزائر وابناء الامبراطورية المغربية مع ابناء الحاضرة اللي شاف هاد الصورة معجبته شو استفزتو علاش لان نفس الصورة شوش ديال الناس واحد منو فينا محسوب علينا للأسف والاخر اللي هو عبد للكابرانات او ممكن قولوا عبد الدولارات ديال الكابرانات يعني الاموال الطائلة اللي كياخد من كابرانات الجزائر اكيد الاخوان تكونوا كتعرفوا هاد حافظ منضيلا هاد حافظ منضيلا اللي استفزنا من الجزائر وقال باللي بغيت قرير المصير ديال مرتزقات البوليزاليو وامام المالاء وامام تظاهراء رياضية كان العالم كامل كيسمع باللي كيمر الخطاب ديال الكراهية فهاد حافظ منضيلا واللي المغرب علي عنده واحد الفضل عليهم كبير وعلى بلادهم هاد سيد واللي خاصي تصوره معه يعني يكون شي واحد خاسس بحالو مرتزق بحالو واللي كيتحسب في دول الرجال فجاءه هو ويحمان واللي محسوب علينا للأسف واللي معروف عليه بتصاريح او كيخرج بتصاريح واللي كتخلي المغاربة يتسألوا بزاف او تخلي المغاربة كيترحوا بزاف ديال علامة استفهم اينا مصالح كي يخدم هاد سيد واش مصالح المغاربة ام مصالح جهة اخرى مصور معه يعني مصور مع هاد المرتزق اللي كيدعم مرتزقات البوليزانيو واللي كيدرح في الوحدة الترابية لبلادنا كما كتشوفوه يعني في الصورة فصراحة توقعوا اي حاجة من هاد سيد فهذا خرج مصور مع احداء الوحدة الترابية مش يبعد غضة ولا بغضة يخرج مصور مع عبد المجيد او مصور مع شنقريحة او مصور مع بن بطوش لكن اليوم من بعد هاد سورة خاص يخرج ويحمان يوضح المغاربة مع من هو شنه هي الاجين دولي كي يخدم مع العلم ان هاد سيد عمروا ما عجبته شي حاجة في بلادنا حتى شي حاجة ما كتعجبه في هاد البلاد فصراحة هاد سيد خاص الفرقة الوطنية تعيط عليه هاد سيد اصلا كيستفز المغاربة كنخرش واحد اللقاء يعني هادي مدة كيتكلم الى كمت الحرب بين المغرب والجزائين فتصوروا اخواني اخواتي من اللي كيتكلم على المغرب على بلادنا واللي هي كتحسب بلاده كيتكلم بواحد الاستهزاء كيتكلم على ان بحال الدولة المغربية هي دولة هشة او كما كيقول كيان وكيطيح ببلادنا وبالجيش المغربي وكأن جنودنا المرابطين ما يعرفوا يهزوا السلاح ما يعرفوا يدروح تاشي حاجة ما يعرفوا يدفعوا على بلادهم كيتكلم على الامن المغربي واللي العالم كامل يشيد به واللي كياخد تكريمات لكفاءة الجهاز المغربي فكيخرج ويحمان وكيصغر من هاد الجهاز الامني هاد ويحمان كيخرج ويقول الى نط الحرب ما بين المغرب والجزائر فما غادي تبقى حتى شي حاجة سميتها المغرب ما غادي يبقى حتى شي حاجة سميته النظام المغربي ما غادي شي يبقى الشحب المغربي ما غاديش تبقى الدولة المغربية ما غاديش يبقى الكيان يعني بدك يتكلم على المغرب ما غاديش يبقى ما غاديش يبقى من اللي يوصل للجزائر وكان مضطر انه يقول هاد الكلبة قال وحتى الدولة الجزائرية وقالها غير مرة وحدة فصراحة عمرنا شفنا شي مغريبي واللي عنده تم غربية وعنده الدم مغربي يضرع لبلده بهذه الطريقة كيمجد الجزائر يعني كيقول إلي نطل حرب مع المغرب يعني ما بين المغرب والجزائر فالمغرب ما غاديش يبقى الجنود المغربين ما يبقى والشعب المغربي ما يبقاش الماملاكة ما تبقاش النظام المغربي ما يبقاش يعني هات الشي كامل ما يبقاش في المغرب وفي التالي يعني بحالة دار غير صواب وكان مضطر أنه يجبت الجزائر وقال حتى الدولة الجزائرية ما تبقاش فنجعلكم مع التصريح نتلقوا من بعد المغرب والجزائر يعني انفكاك كيان يسمى المغرب وكيان يسمى الجزائر ما هي الا الشهر لا قدر الله اذا انخارطنا فهذا الشي اللي كي عملو الصهاينة يوميا وعندنا تسجيلات لانقادة الصهاينة لاشعال هذا الحرب اذا اندلعت هور لم يبقى المغربي احتى واحد كي يهدر على المغرب هدين ولو على كيانات خرا وعلى اوروب خرا هدين ساوي الناس شي حاجة اسمية المغرب وكذلك الجزائر وكذلك الجزائر وكذلك الجزائر وكذلك الجزائر وكذلك الجزائر فهنا اخواني اخواتي شخص يخرج بحل هذه التصريحات امام المغربة فهذا الشركة يطرح بزافة التساؤلات وش معنا ولا ضدنا فصراحة هذه القضية الفلسطينية بينات بزافة الأمور بينات على ان بعض الناس لا يتميزونها ما بين الوطن وما بين أعداء الوطن حفيد مندلة هو عدو المغربية الشريفة وبغي الخارة في البلادنا فهنا ويحمان يتقف في حفيد مندلة ويكذب بوريطة لماذا؟ حيث قال انا كنصدق ايران يعني سابقا قال بلي انا كنصدق ايران وكن كدب بوريطة حكم انه نهرسوا له قالوا لي واش ايران او الايرانيين كيدعموا البوليزاليو فانت وقال لا الايرانيين قالوا لي فهذا صراحة يقولوا له طنز ويحمان يرجع من جنوب افريقيا ويخرج بتصريح اكيد ويقول راني سولت حفيد مندلة وره ما يعرفوش او ما يعرفوش للجزائر وما يعرفوش تحت البوليزاليو فهنا اخواني اخواتي كما قلنا او كما سمعتوا في بداية الفيديو اكيد انه ويحمان يكذب سيد ناصر بوريطا وزير خارجية المملكة المغربية الشريفة وغادي تيق حفيد مندلة وغادي تيق عبد المجيد وغادي تيق شنقريحة كما تقل ايرانيين اذا اخواني اخواتي نكتب في بهاد القدر فتحياليكم كبيرة شكرا للحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته